بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشر مرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عزيزي مشاهدين النهاردة عمر ست ايام للفراخ التسميني اللي قدام منكم دي. اتفقتي معاك انا كل يوم هنزل لك فيديو. نعمل ايه في العلف? وخلطط العلف معانها? ونعمل ايه في المية? كل يوم اقول لك تعمل ايه في المية? وتعمل ايه في العلف? واقول لك سر وتركة من اسرار تربيه الفراخ. تعلي مستواك وتخلي الاوزان عندك سابقة لعمار بتاعتها. ده ازاي? بص كده على الشاشة اقل وزن عندي ببقى اتنين كيلو ونص وثلاثة كيلو عمر تلاتة وتلاتين يوم. وده طبعا بثلاثة كيلو وعلف. انا ازاي بوصل للاوزان دي? باقل التكاليف من خلال ان انا شخص قادر ان انا افهم يعني ايه رعاية فراخ. الفرخ التسمين مش مجرد فرخة بترميها او شوية اكل وشرب وخلاص. لا. هو اكل وشرب وكادكوت كويس مع برنامج رعاية محترم. برنامج رعاية تبقى انت فاهم انت بتعمل ايه? سدقني هتلاقي نفسك عندك احسن النتائج. هتلاقي عندك مطلع لك هامش ربح كويس جدا. فيه مكسب مفيش موت. الديني ماشي معاك عشرة عشرة. في بداية الموضوع بس كده اعرفك بنفسي انا محمد رضا طبيب بيطاري. غرض الارتكوب بتربية دواجن. وعلم كل الناس تربية الفراخ الصح ايه? عزيزة المشاهد نخش في الموضوع على طول عشان ما نتقولش على حضراتكم. النهاردة معانا عمر سادس يوم. اتفقتي معاك اليوم الخامس بستعمل فيتامينات في المياه. طيب اليوم السادس معايا حاجة اسمها املاح معدنية. بستعملها اتنين صنطي على لتر المياه. لازمتها ايه الاملاح? اتفقتي معاك الاملاح عبارة عن حديد وزينكو مغنيسيوم وكالاسيوم وبوتاسيوم لازمتهم ايه? اولا الحديد بخش في حاجة اسمها الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده يا جماعة هو اللي بين الاكسوجين للعضلات وللعين والجهزة وهضمه وجهزة نفسه هو اللي مدور الفرخ اللي قدام مني. هو اللي مشغله. فالحديد هيناشط الهيموجلوبين وهيساعد انه يبقى كفاته عشرة عشرة. النقطة التانية بيطر عناصر بتخش في تكوين الجسم والشاسيه بتاعي كتكون بتاعي. فانا لما قاعد كتكون بتاعي الحاجات اللي بتكون العضم والشاسيه من هو صغير يطلع معايا كتكوت ضهره عريض. يبقى شايل لح. الكتكوت يمشو زي البطوية كده. ليه? ضهره عريض عامل شاسيه كويس. بص كده على الكتاكيد. شكلها عامل ازاي وهي لسه عمر ست ايام. اللي شوف الكتاكيد ده جماعة اقول الكتاكيد عمر سبع تمنت ايام. ليه بقى? عشان خطر ما بحاول اتاسس فرخ صح. سدانة هتاسس صح. هتلاقي نتيجة فوق الممتازة وعرفنا العملاح لازميتها ايه وجرعتها ايه? طب نخش على تاني نقطة معايا وهي خلطة العلف. انا هستعمل ايه في العلف? قبل ما اقول لك خلطة العلف هقول لك على تركة بسيطة كده واسغيره في الشغل بتاعنا. ايه هي? تعال بص كده معايا عزي المشاهد تعال كده بص. شايف الحتة ده عاملة ازاي? طيب واحد دراب بفريخ. ليه المنطقة اللي حاولوني المس اعملت كده? يروح شايلها خالص. وحط التبن جديد. لا غلط. لا. تسيبها زي ما هي. اقول لك ان هنا عملت. كان نفس المشكلة ديت. هنا ايه. عندي السائل هنا. بص ان عملت بقى. جبت شوية جير زي ما انتم شايفين كده? شوية جير صغيرين. ورشتهم بروح تعال كده هنا هون. ورشتهم زي ما انتم شايفين كده. وانا مواط ايدي بروحة خالص. بعد ما رشت شوية الجير بتاعتي هجيب شوية تبنهم. شوية تبنوا جداد? احطوهم على التبن القديم. تمام? وبص بقى كده. الفرشة رجعت معي كنها جديدة. رجعت معي عشرة عشرة. الفرخ بتاعي مش ينقر لان الفرخ طبيعة الفراخ يا جماعة انها بتحب التنقير. ودي غريزة في الفراخ. فلما ينقر في مكبس بس بس هنا. بنقر في الجير اهو. فياخد كالسيوم. والجير بيقتل لي كوكسيديا والكلستريديا اللي بتعملي مشاكل معوية. يبقى انا كده استفدت من ناحيتين. منها كالسيوم. ومنها قضيت على امراض. والحاجة التالتة كمان. منها ان انا قللت ريحة الامونيا وريحة الفرشة اللي بتطلع على ليلتها. من خلال يا جماعة حاجة اسمها جير مطفي. جير مطفة لها عند اي حد ببيع اسمنت. تمام? قل لعاوة شوكولات جير مطفة لها بخمساشر جنيه ولا بعشرين جنيه. اتكفي معاك دورة واتنين كمان. عرفت كده الجير لازمية ايه وبنعمل بايه? طبعا الهنا لسه محطتش التبني. قد شوكولات التبني بتوع عمال تمام? اهو نبص كده. المكان رجع عند اهو. عشرة على عشرة كدني لسه فرش فرشة جديدة. المكان عنده نضيف. الدنيا عندي ممتازة جدا. دي برضو كان مهم جدا الناس تعرفها. لان الناس كتير هتقول يا دكتور انا بغير الفرشة اللي يفرخ كل ترات ايام. فرشة منك كلها الارض. هتغير البقعة كلها اللي ملينها مية. بس. فهمت كده التركة دي والتفصيلة ديت. انا بحاول افهمك. انا عايز اكتب انت شخص فاهم. انا عامل كناة اليوتيوب وعمل فيديوهات. عشان اكتب انت مش بتطبق وخلاص بتعمل واحد زي دي كمين وخلاص لا. انا عايز اكتب انت شخص فاهم. عارف يعنيه فرخ. عارف يعنيه رعاية. عارف يعنيه فرشة نضيفة. عارف يعنيه بتنظفها. مش بنشيرها ونحط البراز جاحة ليه? حبوب علف ايه. يجي الفرخ وحن نقر فيه. يوم ياخدوا البراز بالايه? بالعلف يوم يحصلوا مشاكل. والبراز بتاع الفرخ بده يبقى اكبر واكبر. طب انا اعجه ازاي? والحل بتاعه ايه? ان انا من اليوم السابع ان شاء الله. يعني من بكرة هنشيلوا الطباق ديت ونحط مكانها العلفات. وحط العلفات تحتها طبط لحوم. هوريكم في فيديو اليوم السابع. واليوم السابع فيديو مهم جدا وخطير. فاتمنى من كل حقوق قلبي ان هتسمع فيديو بكرة لانو فيديو مهم جدا وفيديو جوهري جدا. عزي المشاهدين عرفنا كده التركة والتفصيلة وخلطة الماء والخلطة اللي في المية ايه? او هنعمل ايه في المية? في عمر الست ايام. نجي بقى هنعمل ايه في العلف? النهاردة يا جماعة معاي حاجة اسمها ايه? بص كده معاي حاجة اسمها كمون. الكمون ده طبعا كل الناس عارفاه وموجود في كل البيوت. انا ليه? يا دكتور مشاغل الكمون وحطه في المية. اقول لك انا ليه. اتفقتي معاك ان انا لازم اقدي املاح وفيتامينات هي دي اللي بتاسس كتكوت. طب انا عاوز احط الكمون. هلا اغريف المالك. احط الحبازة ما هي كده? بص زي ما هي كده. وارشها لعبص وارشها العلف من فوق كده زي ما انتو شايفين كده. وارشها العلف كده. يقوم ايه هيحصل دلوقتي. لو انتو طبيعة طبعا معنا الفيديو. هتلاقي الفريخ جاية تنقر. هتلاقي الفريخ جاية تنقل حبات الكمون. بص كده ازا ما انت شايف كده. عمال لي هناك الحباز اللي لونها غريب فهم استغرابها فهيأكلها فيستفاد منها. طب انا ليه عاوز استعمل الكمون عمر سيت ايام. من بداية من اليوم السادس ممكن تلاقي عندك شوية السهلات بدأ تظهر. شوية مشكلة معاوية كده يعني بداية. اللي عاوزة تعمل المشاكل معنا بس احنا هنمنحها. الكمون يعني عاز اقول لك ممتاز ممتاز لعلاج المشاكل المعوية وعلاج السهلات. ممتاز. ثم ان هو كمان منشط ممتاز جدا للفرخ. فاتلاقي الفرخ بتاع نشيط. الجهاز المعوى عنده عشرة عشرة. واني اللي همني في فرخ التسمين ان الجهاز المعوى يبقى مية في المية عشان اقدر احصل على وزن عالي في مدة قل. عرفنا كده الكمون لازميته ايه? وهستعمله ازاي? رشا خيفة كده زي ما احنا استعمل له. اتمنى بقى يكون لحوقات بالتوفيق اخد من وقتك عشرة ثواني. انا اعملها كعاردس معارد متابعة. يعني عارد متابعة. عارد متابعة ده انا بتابع فيه. دورة الفراخ بتاعك من عمر يوم لحد البيع. وده بيكون بمقابل مادي بسيط جدا. يعني مقابل مادي بسيط جدا. يعني انت لو بتربي المية فرخة. تكلفة متابعة مش مش هتبقى تمن فرخة واحدة من المية. دي حاجة. طب انت هتستفدي. هتستفدي ان انا بتابع انا معاك شخصيا بقول لك التلات يام الجاية هتعمل واحد اتنين تلاتة. التلات يامل بعدهم واحد اتنين تلاتة. بالتباعات الفيديو يا دكتور اي رأيك في الفراخ كده. في تعديل في تفاصيل نعملها. حصل اقدر لها عندك مشكلة. فراخ بتموت. نافي. يا دكتور الفراخ بتموت. والاعراض اللي بين عليها واحد اتنين تلاتة اربعة. اصرف ازاي? اعالج ازاي? اعمل ايه? اقول لك تعمل ايه? هو ده عرض المتابعة ودي التفاصيل بتاعت. لو انت عندك مئة فارخ خمتين خمسمية الف خمس الاف. ايا كان لان العدد اللي عندك وعاوز تشترك معا في عرض المتابعة. بعاوز الرسالة عراكم الواطس لدومك عالشاشة. ولا دكتور محمد العاوز تشترك معاك فارد المتابعة وعند مية عند متين. ايا كان العادل لاندك. لو عندك مزرعة في نطوك محافظة الاسماعيلية. ومحتاج اشراف فطر للمزرعة. بردو بعاوز الرسالها ورقم الواصل قدومك على الشاشة. انا مكان محافظة السماعية. مركز الاصاصين الجديدة. اتمنى كل حبيب قلبي التوفيق. انا حابب. اسهل الدنيا عليكم. فلو انت شايفين ان كده الفيديو قصير وسهل والمعلومة فيه مبسطة. ويعني ما تكلمناش في كلام خارج عن الموضوع الفيديو كتير. فقول لي تحت رايك في الفيديو. يعني اكتب لي كومنت كده. رايك في الفيديو ايه? هل محتاج ان الفيديو وقت يسر شوية? هل انت مش عايزين تعرفوا المعلومات وتبقى فاهم? ولا عايزة اقولك المعلومة وخلاص? اقول لي اي تعديل انت محتاج تعرفه او اي تعديل محتاج انك تشوفه عندنا عشان تستمدع وانت بتسمع الفيديو. اعرفهونا في الكومنتات تعزي المشاهد. واكبر دعم حضرتك بتقدمه لينا انك تعمل لايك للفيديو ده تحت الفيديو كلمة تشتراك بالله احمر تضغل ده وتشترك معاه في القناة. واحسن حاجة بقى بنستفاد منها صراحة من الفيديوات اليوتيوب ديات انه بنخلي كل الناس تصلى الحبيب. فاتمنى بقى لو بتسمع الفيديو لحد اللحظة ديات تنزف الكومنت صلى على سيدنا النبي كده عليه افضل الصلاة وتم التسليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اتمنى لكم التوفيق حيب قلبي جميعا. واتمنى الفيديو يكون عجبكم. وانتظرونا بقى فيديو اليوم السابع لانه مهم جدا جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.